قبل ثلاثين عاماً قرر أحمد جابر أن يترك منزله الصغير هذا ويحوله إلى مدرسة وقبل أن يختار المشاركة في مسيرة الحد من الأمية ومكافحة الجهل في المحافظة أختار اسماً لمدرسته مدرسة السعادة محاولة ستسهم في طي صفحة الجهل واستدعاء حضور الدولة في أبسط صورها إذ لم يكن يعرف أن ثلاثة عقود ستنضي ولم تتغير معك ملامح المكان والمدرسة التي سميت حينها بالسعادة لم ترى جدرانها أي بوادر للفرح حذرت راية الدولة لكن مؤسساتها ورجالاتها لم يبادروا لتغيير هذا الواقع المؤلم مدرسة السعادة تبعد عن مركز الحزم تقريباً ثلاثة كيلو وإلى اليوم وهي كما هي تبرع لنا أحد المواطنين بغرفتين وبعدها تبرعوا لنا بمجموعة من الخيام هذه الخيام تهالكت وانتهت ولم نجد أي معين لنا بعد ذلك عشرات الطلاب بل المئات يقطعون المسافات الطويلة ويسابقون صباحات الدراسة كي يصلوا إلى هنا بحثاً عن المستقبل والتعرف على أبجديته تحت خيام لا تقيهم البرد والغبار لكنها كل ما لديهم في وطن يتقاسمه زعماء الحرب أجي من بيتي بعيد اللي هنا لأجل التعلم والخيام مشططة والبرد والبرد شديد ما أولا بشتي كراسي بشتي كراسي بشتي مدرسة بشتي صبورات بشتي دورة مياه ليس طبيعياً الوضع الذي تمر به مدرسة السعادة الواقعة في أطراف مدينة الحزم مركز محافظة الجوف حيث لا فصول دراسية ولا مبنى يدل على مدرسة تحتوي كشوفاتها على أكثر من ثلاثمائة طالب وطالبة فيما السلطة المحلية وخلال خمس سنوات منذ توليها لم تبادر لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتشييد ما يدل على أنه صرح تعليمي المدرسة غير مهيئة تماماً للتدريس نظراً للخيام المتهالكة والازدحام عدد الطلاب كما أنه لا توجد سبورات وأفصد الإمكانية المدرسية التي تحتاج لها أي مدرسة صبحات دراسية ليس فيها سوى الحرمان والخيبات لكنهم يحاولون التغلب على هذه الأوضاع القاسية ماضين نحو مستقبلهم المنشود في كتب الدراسة وتحت هذه الخيام المهترئة ينتظرون من يود لهم يد العون وينتشلوا واقع مدرستهم التي ليس لها من اسمها شيء علي الجرادي قناة بلقيس اليوم